أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبيه وآله وسلم تسليما اللهم لك الحمد وعلاه ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلان بعد ان شرت عليهم الزهدى في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء وعلمت منهم الوفاء فغبلتهم وغربتهم وغدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليم وأهبطت عليهم ملائكتاك وكرمتهم بوحيك ورفتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الحلکة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان شدغ في الآخرين فأجبته واجعلت ذلك عليها وبأض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردى ووزيرا وبأض أولدته من غيراب وآتيته البينوت وأيته بروح الغدوس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوسياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولألا يزول الحق عم قره ويغلب الباطل ولا أهله ولأ يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وغمت لنا علما هادیا فنتبع آياتك من قبل نظل ونخضا إلى أن انتهيت بالأمر إلى هبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكانك من تجبته سيد من خلقته وصفوة من استفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وابعثته إلى الثغلين من عبادك وأوطعته مشارقك ومغاربك وثخات له البرق وعرجته به إلى الثمائك وأودعته علم ما كال وما يكون لنغضاء خلقك ثم نصرته به رعب وحففته به جبرئيل وبيكائيل والمثومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وظالك بعدم بواته مبوا صدق من أهله و جعلت له و لهم أول بيت وضع للناس للذي به بكة مباركة و هدى للعالمين فيها آياتم بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمن و قلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل أهل البيت و يطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآلهي موزته في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموزة في الغربا و قلت ما سألتكم من أجر فهو لكم و قلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربهي سبيل فكانوهما السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلمن غضت أيامه أقام ولیهو علی بن أبي طالب سلواتك عليهما وآلهما هاديا اذ كان هو المنذر ولكل غون هاد فقال والملو أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وعال من مولاه وعاد من عداه وانسور من نصره واخضل من خضله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وصاير الناس من شجر شتا وحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد لبغاب إلا بابه ثم موداه وعلمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي ام بابه فمن أراد المدينة والحكمة فلياتها من بابه ثم قال أنت أخي ووسي ووارد دي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالة اللحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الظلال ونورا من العمر وحبل الله المتين وسراطه المستغين لا يسبغ بغرابة في رحيم ولا بصابغة في دين ولا يلحق في من غبت من مناغ به يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويغاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه سناديد العرب وغتل بطالهم ونعوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عدوته وأكبت على منابضته حتى غتل الناكفين والغاسقين والمارغين ولما غضى نحبه وغتله أشغل آخرين يتبع أشغل أولين لم يمتثى الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مغته مجتمعة على قطيعة رهمه وإغصاء ولده إلا الغليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيا من سبين واغصيا من اغصي وجر القضاء لهم بما يرجع لهم حسن المفوبة اذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتغين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى العطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبك الباقون وإياهم فليندو بالنادبون ولمثلهم فلتذر في الدموع وليسرخ السارخون ويضج الضجون ويعج الضجون أين الحسن أين الحسين أين ابناء الحسين صالحهم بعد صالح وصادقهم بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأغمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين علام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعدل غض عدابر الظلمة أين المنتظر لإقامة العمت والعوج أين المتجال أين المتجال إزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجدید الفرائض والسنم أين المتخير لعادة أين الملت والشريعة أين المعمل والحيا الكتاب و حدوده أين محيم عالم الدين و أهله أين قاسم و شوكت المعتدين أين هادمه و ابنية الشرك والنفاغ أين مبيد أهل الفسوغ والعسيان والطغيان أين حاسده و فروع الغي والشغاق أين طامسه و آثار الزيغ والأهوام أين قاطعه حبائل الكذب والافترات أين مبيد العتات والمردات أين مستأصله أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء و مظل الأعداء أين جامع الكلمة على التغوى أين باب الله الذي منه يؤتا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتسل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح و ناشر راية الهدى أين مؤلفه شمن السلاح والرضا أين الطالبه به ذحول الأنبياء و ابناء الأنبياء أين الطالبه به دم المغتول بكربلا أين المنصور على من اعتدى عليه وفتره أين المظر الذي يجاب إذا دعه أين صدر الخلائق ذو البر والتغوى أين ابن النبي المصطفى و ابن علي المرتضى و ابن خذيجة الغرى و ابن فاطمة الكبرى بابي أنت وأمي و نفسي لك الوقاء والحمى يبن السادة المغربين يبن النجباء الأكرمين يبن الهدات المهدين يبن الخيارة المهذبين يبن الغطايفة الانجبين يبن العطايف المطهرين يبن الخضايمة المنتجبين يبن القماغمت الأكرمين يبن البدور المنيرة يبن السرج المزيئة يبن الشهب الثاغفة يبن الأنجم الظاهرة يبن السبل الواضحة يبن الأعلام اللائحة يبن العلوم الكاملة يبن السنن المشهورة يبن المعالم المقدورة يبن المعجزات الموجودة يبن الدلائل المشهودة يبن السراط المستقيم يبن النبع العظيم يبن من هو في أم الكتاب لد الله علي حكيم يبن الآيات والبينات يبن الدلائل الظاهرات يبن البراهين الواضحات الباهرات يبن الحجج البالغات يبن نعم السابغات يبن طاها والمحكمات يبن ياسين والباريات يبن الطور والعاديات يبن من ذنها يبن من ذنها يبن من ذنها بل أي أرض تغلك أو ثرا هب رضوا أو غيرها أم ذي طوا عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوها عزيز علي أن تحيط بك لا دون البلوان ولا ينا لك من ذجيجو ولا شكوها بنفسي أنت من مغيب اللم يخل ومنها بنفسي أنت من نازح ما نزه عنها بنفسي أنت امنية و شائقية منها من مؤمنين و مؤمنتين ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عزي الله يسامى بنفسي أنت من أقيل مجد الله يجازى بنفسي أنت من تلاد نعم الله تضاهى بنفسي أنت من نصيب شرف الله يسامى بنفسي أنت من تلاد نعم الله يسامى بنفسي أنت من نعم الله يسامى كالورا عزيز عليها أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل ماه العويل والبكى هل من جزوع فأصاعد جزعه إذا خلا هل غديات عين فصاعدتها عيني على الغضا هل إليك يا ابن أحمد ثبيل فتلغا هل يتصل يومنا من كبغده فنحضا متى نردوه مناه لك روية فنروا متى ننتقعوه من عضب مائك فقطال الصدا متى نغاديك ونراضحك فنغر عيني متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء نصر ترى أترانا نخف بك وأنت تأم الملاء وقد ملأت الأرض عدلا وأضغت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتات وجحدت الحق وقطعت زابر المتكبرين واجتثفت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعده فعندك العدوى وأنت رب الآخرت والدنیا فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلا وأرهي سيده يا شديد الغوا وأزل عنه به الأساغ والجوا وبرد غليله يا من على العرش السوا ومن إليه الرجع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائغونا إلى ولیک المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عسمته وملاضا وغمته لنا غواما ومعاضا واجعلته للمؤمنين مننا إماما فبلغه مننا تحييتا وسلاما وزدنا به ذالك يا رب إكراما واجعل مستغره لنا مستغره ومقاما واتمم نعمتك به تقدیمك ياهو ومامنا حتى توردنا جنانك ومرافقت شهدائه من خلصائك اللهم سل على محمد وآل محمد وسل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته السديغة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من أبائه البررى وعليه أفضلا وأكملا وأتما وأدوها وأكثر وأوفر ما سليت على أحد من أسبيائك وخيرتك من خلقك وسل عليه سلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واغم به الحق وادهل به الباطل وادهل به اولياءك واظلل به اعداءك وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافغة ثلفه واجعلنا ممن ياخذ بحجزته ويمكثه في ظلهم واعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معسيته وامن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعت من رحمتك وفوزا عندك واجعل سلاتنا به مغبوله وظنوبنا به مغفوره ودعاءنا به مستجابه واجعل ارزاغنا به مبسوطه وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مغضية واغبل إلينا بوجهك الكريم واغبل تغربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيمة نستكمل به الكرامة عندك ثم لا تسفها عنا بجودك واثنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا طائقا لاظما بعده يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنع